الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين مرحبا بكم أيها المشاهدون في هذا البرنامج خير الكلام من قناة بنونة مرحبا بكم في هذا الشهر العظيم مرحبا بكم في هذا الشهر الفضيل مرحبا بكم في شهر النفحات الإيمانية مرحبا بكم في هذا الشهر الذي يسعى فيه المؤمن إلى الله سبحانه جل وعلا طالبا الأجر والثواب وطالبا جنة أرضها السماوات والأرض أعدت المتقين يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ جَاءَنَا رَمَضَانَ و كنا من قبل نترقب هذا الشهر متى يأتي هذا الشهر و على اتصال حد يعني رأى الهلال حد ما رأى الهلال اللجنة ماذا قالت هل غدا يعني رمضان أم ليس برمضان و النفوس متشوفة للسماء حتى يأتي الخبر أن بعد غد سيكون بإذن الله عز وجل شهر رمضان و نحن الآن في هذا الشهر الذي اختصه الله عز وجل في بداية برنامجنا و في بداية لقائنا نأنس و نسعد أن نرفع أسماء آيات التهان والتبركات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة من زايد آلين هيان رئيس الدولة حفظه الله و متعه بالصحة و العافية و إلى نائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم و إلى أعضاء المجلس الأعلى و إلى ولي عهد الأمين سمو الشيخ محمد بن زايد و إلى شعب الإمارات و إلى العالم الأجمع نهنيئهم بمقدم هذا الشهر الفضيل أيها المشاهدون لنا في هذه القناة و في هذا البرنامج في كل يوم في هذا الوقت نقف مع إنوان جميل رائع نتحاور و نتكلم و نستقبل اتصالاتكم حول موضوع معين و حول ما يهمنا في هذا الشهر الفضيل سواء كان ما يتعلق في جانب ديني أو ما يتعلق في جانب اجتماعي أو ما يتعلق به فيه مصدر سعادتنا نحن في هذه الحياة نحن بحاجة إلى أن نرقى نحن بحاجة إلى أن نسعد في طاعتنا و في علاقاتنا كلها لماذا؟ لأننا نحن ارتباطنا بالله عز وجل الله عز وجل ماذا يريد مننا؟ ماذا يريد مننا ربنا سبحانه و جل و علا؟ الله عز وجل لما نجد في كتابه و في سنة رسوله صلى الله عليه و سلم نجد أن الله ماذا يريد مننا؟ نصلي؟ نصوم؟ نقرأ القرآن نذكره ماذا نفعل؟ قال نبر الوالدين نصل الرحم ماذا نفعل؟ ننظر إلى طاعة ولاة الأمور ماذا نفعل؟ ننظر إلى هذا المجتمع برمته كيف نكون نحن يدا وحدة كما قال بسم الشيخ محمد البيت متوحدة هذه الأمور أساسية في حياتنا لماذا؟ لأن ننظر لأن مسألة الاستخلاف في هذه الحياة إنما تكون بالنظر إلى جانبين علاقة الإنسان بالله و علاقة الإنسان بالكون كله من إنسان من حيوان من جماد أليس الله عز وجل أدخل امرأة كانت تغضب الله عز وجل و كانت تعصي ماذا فعلته؟ سقت كلبا أنا واحد أحيانا لم يسق السيارة و شوف تلبي ما يسوي به أحيانا بيلف عليه شوف هذه المرأة سقت كلبا فأدخلها الله الجنة جنة لما أتكلم عن جنة أتكلم عن جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر و امرأة أخرى حبست هره لا هي أطعمتها ولا تركتها أذبها الله لماذا؟ لأنها عندها عنصر ماذا؟ القسوة و عدم الألف والرحمة بالآخرين و الله عز وجل لا يحب إلا الرحماء لا يحب أولئك الأخيار نسعى إلى محبة الله و نسعى إلى مرضات الله سبحانه جل وعلا و نسعى إلى جنة الله عز وجل تخيلوا هذا المنظر في هذا اليوم حصل أمر عظيم جدا ما الذي جاء و ما الذي حصل تدرون شو اللي صار الآن أبواب الجنة أبواب الجنة كلها قد فتحت كل أبواب الجنة و أبواب النار أغلقت لماذا؟ لك أنت لماذا؟ حتى تصوم تذكر الله و تسعى إلى مرضات الله عز وجل و تكون منصورا بناءا و مساهما للخير و مساهما في البناء لترقبوا اتصالاتكم و مشاركاتكم في هذا البرنامج و من قناة بنونا كونوا معنا بعد هذا الفاصل